مصافحة حارة لصديقين لدودين؟ أم حرارة تخفي حقيقة برودة العلاقة بين الرئيسين؟ لقاء أوباما وبوتين في قمة العشرين المنعقدة في مدينة سان بوترسبيرغ الروسية كان أكثر إيجابية من التوقعات السلبية التي انتشرت وتنقلتها وسائل الأعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن توتر وصل إلى حد العداء وبرز بشكل لافت بين قطبي العالم خاصة على الفيسبوك صحيفة ذاديل راش الأمريكية الإلكترونية ذكرت أن حدة الخلاف بينهما دعت بوتين إلى حذف أوباما من قائمة أصدقائه في صفحته الخاصة على موقع فيسبوك الرد الأمريكي وبحسب ما ذكرته الصحيفة نقلاً عن مصادر داخل إدارة أوباما في البيت الأبيض جاء سريعاً وقوياً في ذات الحلقة فقام أوباما بحث متابعه بوتين من التويتر ورغم السلام الحار في سان بوترسبيرغ إلا أنه وفقاً لتحليلات المراقبين فإن بوتين لم ينس عزلته في اجتماع الثماني الذي عقد في يونيو الماضي فقرر قلب الطاولة هذه المرة في ملعبه ملمحاً إلى جائزة نوبل للسلام التي حاز عليها أوباما كنقد لاحتمال توجيه ضربة عسكرية أمريكية لنظام الأسد كما تحدث عن فشل السياسة الخارجية للولايات المتحدة لسيما في العراق وأفغانستان متسائلاً عن مشكلة واحدة في العالم استطعت أمريكا حلها في الأمس وصف بوتين تصريحات السلطات الأمريكية بالكاذبة خلال نقاشات لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس سبق ذلك إلغاء أوباما اجتماعاً مع بوتين بعد أن منح الأخير اللجوء للموظف السابق في المخابرات الأمريكية إدوارد سنودن واليوم ورغم أن نقاط الخلاف لا تزال قائمة إلا أن لقاء قمة العشرين قد يخفف من أجواء التوتر بين البلدين ربا أبو درغم العربية